اهلا بحضراتكم الجديد اهلا بحضراتكم الجديد للأسف النادي الاهلي عنده اربع اصابات يعني اصابات النادي الاهلي يمكن في المبرايتين كانت كتيرة شوية يمكن عمر زهران امبيائي احتلقى كادمة قوية في السمانة الحمدين لو رجبتو ما فاش حاجة وامد Agency و احمد اسماعيل ايضا مصاب و ملعبش المبرايتين اللي فاتوا عندنا ابو ناصر لعب المباره الاولى و المبرايتين ما لعبهاش و عندنا عبدالله ناصر لعب المبراه الاولى و ايضا المبرايتين ما لعبهاش الحقيقة اللي عجبني في مستر أجوستي بوش يا جماعة إنه يعني بيقدر يستوعب صدمات غياب اللعبين كنا السنين اللي فاتت بأمانة بكل بكلم بكل أمانة مع كامل الاحترام لكل مدربين ومبدوني الفانين المسكو ولكن أنا بحل الأداء الفريق لما كان يعني بيبقى غايب منه عنصر أو اتنين كنا بنحس إن فيه أزمة النهاردة مستر أجوستي بوش الحقيقة بيقدر يعمل روتيشن كايز جدا بيقدر يجهز اللعابة الزغيرين بيقدر حتى اللعاب اللي بيغلط بيسيبه في الملعب فبيحتاج له بعد كده بيلاقيه الحقيقة هو قائد بمعنى الكلمة ربنا يا رب يعني يكرمهم ويقدر يفوزوا بكرة ليه يفوز بكرة مهم في حاجة أو يفوز البطولة دي مهم في حاجة إنه إحنا نقدر نلعب دولة أفريقيا اللي هي غايبة عننا من 2016 إذا خدناها ديسمبر 2016 كان آخر لقب لنا في بطولة أفريقيا ولكن نادي أهلي يستحق نادي أهلي يستحق يكون مع عظماء القرى وعظماء العالم لأن إن شاء الله الفريق ده جيل يعني محترم وجيل يستحق إنه يعني يفوز بكل البطولات خلي بالكم الفريق ده فاز السنة دي بأربع بطولات أربع بطولات كانوا دخلهم يمكن بداياتها من بطولة القاهرة بعد كده روحنا البطولة العربية الحمد لله توجنا بيها بعد كده روحنا على دور المرتبط وبعد كده كأس مصر آخر بطولة الحقيقة الجيل ممتاز ربنا وفاهم ويحميهم الإصابات وإن شاء الله احنا نتطمن على اللعبة دي وبالمناسبة احنا ما بدرش نعرف مين هلعب ومين هلعبش لا يمكن بكرة النهاردة حتى لو حاولنا نعرف معلومة محدش هيقول لنا ليه محدش هيقول لنا لأن محدش عارف ممكن بكرة الصبح ممكن لعيب بكرة يقوم كويس تعارفين طبعا من وقت التاني الجهاز الطبي بيقدر يجاهز اللعب